نوها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بمسار العلاقات البحرينية الأمريكية الوثيقة وما تتميز به من تعاون متين يدعم توجهات البلدين نحو توسيع دائرة التعاون الثنائي بينهما جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسعادة السيد وليام روباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وقد أكد سموه أن مملكة البحرين تخطو خطوات ثابتة نحو حقيق المزيد من الازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية بالتوازي مع صون الأمن واستقرار وأنها تحرص في سبيل ذلك على تقوية علاقاتها الاستراتيجية مع الدول التي تشترك معها التوجه نحو الاستقرار والتنمية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي السبل الكفيلة بالاستمرار في تنمية التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بجهود البلدين المشتركة في مكافحة الإرهاب وصون الأمن والاستقرار كما بحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الأمريكي الأوضاع والمستجدات حيث تم استعراض تطورات الجارية في المحيط الإقليمي والدولي وفي هذا الصدد أكد سموه بأن الأمن في المنطقة مسؤولية مشتركة وأن تقويض الاستقرار لا يخدم المصالح الدولية المتشابكة ولا يدعم جهود المجتمع الدولي نحو التنمية فالأمن كل لا يتجزأ وقد أعرب السفير الأمريكي لدى المملكة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حرص سموه على الارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بما يجمعهما مع مملكة البحرين من علاقات طيبة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر